السلامة المرورية السلامة العامة للجميع وفي هذا الإطار فإن سلامة المركبات جزء لا يتجزأ من السلامة المرورية ومن هذا المنطلق وتزامنا مع فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة أقامت الإدارة العامة للدفاع المدني بالتعاون مع الإدارة العامة للمرور حملة توعوية حول سلامة المركبات طبعا تنصح الإدارة العامة للدفاع المدني من خلال حملتها التي اطلقتها بالتعاون مع الإدارة العامة للمرور اطلقنا حملة السلام في المركبات وذلك من خلال التواصل مع السواق وتعريفهم بأهم الأسباب التي تعرضون فيها أثناء قيارتهم للمركبة منها الحريق وكذلك تعريفهم على كيفية استخدام طفاية الحريق في حال تعرض المركبة للحريق وفي ظل حالة التقصي هذا تزداد العوامل المساعدة لحريق السيارات وأهمها التماس الكهربائي ارتفاع درجة حرارة المحرك لذا يجب التقيد بأهمية أمور السلامة وإجراء الفحص الدوري وصيانة المركبة نحن نتكلم قليلا عن المركبة في الأشياء الاحترازية التي يجب أن نفعلها ونتأكد منها المركبة ما تحتاج المركبة تحتاج في فصل الصيف خصوصا أن نتأكد من أشياء فيها منها الميكانيكية التي تخص المركبة ومنها تصرفات للسائر مثلا أن هي حق المركبة المركبة طبعا هي أجزاء ميكانيكية والأجزاء الميكانيكية تعمل بسوائل ومن بين الإرشادات المطلوب الالتزام بها ضرورة التأكد وبشكل يومي من عدة أمور قبل تشغيل المركبة من بينها مستوى الزيت والوقود والحرارة مفاتيح الإنارة وتوافر طفاية الحريق لاستخدامها وقت الضرورة فترة الصيف تحتاج حق توائر يدد يكون تاريخهم يديد يعني يكون 14 15 16 همشي التوائر زيني والألايمت تحتاج ضروري والبريكات هاي همشي في سلامة السيارة إن الصيانة الدورية للمركبات هدفها النهائي سلامة السائق ورفع مستويات السلامة المرورية وكلها أهداف يجب على الجميع العمل على تحقيقها من خلال الالتزام بالمعايير السلامة وتطبيق الإرشادات المعمول بها ترجمة نانسي قنقر